الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أكثر المفسرين على أن المراد بأولي الأمر العلماء وبعض المفسرين قالوا أولي الأمر هم العلماء والأمراء يعني على القولين العلماء موجودين في هذا التفسير إما وحدهم أولي الأمر وإما هم أولي الأمراء فالإنسان يعني مفروض اللي ما عنداش علم شرعي وما عنداش فقه ولا يدرك هذه الأمور شن ربي أوجب عليه قال له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مش كل الناس فقهاء ولا علماء فشن واجبك أنت كشخص عامي ربما تكون راه دكتور في علوم أخرى لكنك في علم الشريع عامي في علم الشرع شن واجبك شرعي تسأل أهل العلم وإذا أخبرك أهل العلم بالأمر الشرعي فهو حكم الله في حقك أنت مش يعني ما تحطش نفسك ندا لأهل العلم وتبدأ تصحح وتخطأ وتقول لا وهذا هيكي وهذا مش هيكي وهذا رأوا فيها دلة شرعية وفيه مصالح وفيه مفاسد وفيه يعني خير الخيرين وفيه شر الشرين الإنسان يعني ما يندفعش بالعاطفة هيكي وخلاص ويبدأ يعترض على يعني مؤسسات وعلماء معروفين بالصدق ومعروفين بالثبات على الحق ومعروفين بالعلم الشرعي يعني ما نعرفش العلم الشرعي نجي نقعد ننزحم في علماء أفنوا أعمارهم في العلم الشرعي تأليفا وتدريسا ومحاضرة ونجي نقول والله هذا خطأ وهذا هيكي وهذا هيكي لا ينبغي المسلم أن يفعل هذا بل ينبغي المسلم أن يطيع الله عز وجل الذي أمره أن يسأل أهل العلم والذي أمره أن يطيع أهل العلم فيقول سمعنا وعطعنا خلاص هذا الرأي الشرعي إحنا نتبهوا رأي شرعي لو قدرنا وافترضنا أن الشائل العالم هذا أخطأ في هذه المسألة أنت معلك شيء لست ملامن أنت الآن تبعت عالم مجتهد تعتقد أنه يخاف الله عز وجل وأنه ذو علم تبعت خلاص معادي تخاف بعدها صح ولا غلط هذاك مش شأنك لأن هذا العالم هو دائر بين الأجر والأجرين إما أن يصيب فيكتب الله له أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإما أن يخطئ فيكتب الله له أجر الاجتهاد وأنت على كل حال على خير وعلى هدى فيعني اتبع العلماء وأحبهم ولا تبغضهم